موسيقى قال يسوع احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف عادة النير احبائي كان يعتبر كتير مرات في الكتاب المقدس رمز للقهر ورمز للاضطهاد ونشوفه في عدة مرات في الشعية وفي ارمية مثلا 27 و28 بيتكلم عن نير البابليين بيتكلم عن العبودية بيتكلم عن القهر والذل عن استعباد والأسر ايضا نير بابل ثم من ناحية تانية بيتكلم عن الخدمة يعني مثل ما قال ارمياء يعني جيد للرجل ان يحمل النير في صباح والنير طبعا هو آلة خشبية كانوا بحطوها على حيوانات اتنين بالواقع الغرض من النير عشان يخفف الحمل عشان لما بيحطوا الارض او مشين فبالنير اللي ما يكون موضوع على دابتين او على بقرتين بيكون متوازن حتى ما يشعروا بهذا الحمل لكن الفرسيين جماعة المتدينين حطوا اعباء واحمال يعني تحت اتقال على كاهل الناس ولسيما بالتقاليد الكثيرة التقاليد الباطلة اللي اتكلم عنها يسوع ابطلتم وصايا الله بتقليدكم واللي ركزوا على حرفية النموس وايش بعلم المشنا والتلمود البابلي والقرشليمي الاخري فوضعوا اثقال واحمال كثيرة على الناس لكن من ناحية تانية يعني الكتاب بيتكلم انه دعوتنا احنا فعلا انكون مش بس احرار انه انقود الناس الى الحرية الناس تستمتع بحرية الله من خلال عمل يسوع المسيح اشتركوا في القناة